اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم معكم وحمد ريدو ملقى بالإف بي بي برو المهم يوت انا بطل كأبطال عالميا في مصر وفي الكويت والبحرين شاركت مع أبطال عالميا منهم البطل العالمي أحمد ورداني أعطاني بزاف المعلومات ساندني في السعودية وساندني في الكويت وشاركت شاركت في الكويت جبت بطولات عالمية وشاركت في السعودية وشاركت في البحرين في القرون بري في البحرين المهم مثلت المغرب أحسن تمثيل لكن للأسف الشديد فهذا يدخل الإنسان الوطن دياله تحس كأنه ماشي ماشي باطل أو مواطن ما تحس نهائيا أنه باطل في البلاد تحس بتميش والإقصاء والحاجة اللي مشا بيدفع بها تلقى المحسوبية والزبونية بقصح بي لا يعقل إنسان دوز حياته كلها في الرياضة باشي وصل العالميا وفي الخرنتان تجي وتقول أنت لا عندك الحق تقول أنت لا عندك الحق فهمتي تطعك كأنك لا شيء ما فهمت يعني ماشي عند المسؤولين أخويا ريضا محمد ريضا لمشي عند المسؤولين أنا كان أعتمد على نفسي ومالي الخاص كان أدعم نفسي بنفسي كان أخدم في جميع الحاجة اللي بد تخليها الصرف وكان أخدم بالحال اللي وكان نجيب القوة ديالي وكان نجيب القوة ديال تحامل واعد الحمد لله نتعاون مع الأبطال ولكن كي نقلب على المساعدة والمعاونة لا تلقى شي وعد في جنبي نهائيا إمتى بدأت المشكلة تهميش الجماعة كمال الجسام في حق محمد ريضة المهم أنه بدأت التهميش فأنت بطولات كاس العرش بطولات المغرب حصلت على بطولات المغرب وبدأت نحاول نخرج على بره لا تلقى شيء لا تلقى مساندة أو شيء تحفيز من البطولات التي تلعبوا على بره تنتقلصوا فيهم و تمشيوا بالمال الخاص تنتقلصوا هنا و تمشيوا و تنطلعوا على بره لا يوجد شيء ما تلفت لك ستدفع الفيزا و ستبقى مبلوكية ستبقى مبلوكية لا يوجد تعلق في الرياضة لا يوجد هذا الاحتراف والبطولات لا يوجد و تلقى رئيس عصبة و رئيس جامعة و التقافة زيرو و لا يوجد لا يوجد شيء قريحة على هذا الرياضة و هذا الشباب و يدفع به و يجيب العالمية فوق قررد إليدم قررد إليم تؤدي يغرب من هناية كأن volume و انه من Young يجيب و يسترزق من وخفض كل مرة و يجيب من حسنا عنده الناس الذين تلعبون كأنهم ماشي باشر لا يعقل هذا الشيء لا بقايا نرى الناس انطحرات الناس شربوا السم الناس مش رضع لبرة وما كروش يرجعوا البلاد وما مقدروش لأنهم يمشين وتماك لقاوا الخبز لقاوا الإعانة لقاوا الساكن لقاوا كلمة طيبة حسنة كلمة كابتن بطل وحش وحش لوحش رجل الرجال لا للأسف الشديد لا تلقوا أبطال عالميين مع طرفين بيومه لا يعطيهم لا يعطيهم القيمة القيمة ديالتهم اللي جابوا بالدرع دياله كان لقاوا تهميش تقولوا فيهم كلام ماشي مزيال نعم نعم محمد ريضا يعني شركت في بطولات الترعاف كانت تدوي بواحد الغيرة الانفعال كبير بسبب هاد المسؤولين حسن ندوي على المسؤولين ديالجامعة اللي جديهم لانه ماشي نتلوه لنولا الخلاني كباطا المغربي يعني بدك تحكينا على البطولات الشركتي فيها العالمي وقدرت يتحقق وترفع فيها الرأي المغربية واشن قربوا بعد المتتبعين دياله نزول الأم ديك باش تايم سكين الله يخلالي كوي طول في عمره يعني بعد الغالي والنافس يعني ضيعتوا فلسكم ضيعت يرزقاء وضيعت يرزقاء المهم باختصار انا اول عملية اخدمته طلعت للسعودية اول مرة ما لقيت شتا شي واحد في جنبي مشيت عمره مشيت عمره وضربت اميال ديال الكولومترات باش نوصل عند هذك السيد اللي بيضبر عليه باش نخدم وخوا بيا ما رحمنيش قالي انا ما تنعرفكش المشيت وضرت تماك وصبرت وصليت وصليت وبكيت وحسيت بالوحدة الوحدانية ما حسيت بالتشي واحد وانا بطل اس ديبلوماتي وانا قولي يا ربي بيتيشي عمل طيب باش نعاون من الرياضات ديالي وانا نحمر وجه المغربة كاملين هذا الشيانات نديره على وجه المغرب مشيت ملقيت شي واحد في جنبي وعد سيد من عطلية وعد المنصري الله يرحم الواليدين حمض عسكره هو اللي وقف معايا مهم ما شعله مهم خدمت في وعد الكلوب وخا ما عندي شهر زيارة وقادت لي مسكي المسائل ديالي واخدمت معا ستة اشهر واجهت للمغرب وقادت لي مسكي المسائل ديالي ورجعت عودتني السعودية نكمل عمل ديالي المهم ما لقيتش تاشي مغربي ما لقيتش فيه الرحمة ولا الخير رغم أنني دوزت معهم الخير ما لقيتش فيهم الخير نعم نشوفه مع الأم بعده اللي حسن العوان محمد ضريضة باش أنه يجير عن هذا المجهود كبير باش أنه يحقق هاد الإنجازات للمغرب ويشرف المغرب اليوم منحقوه هاد الإنفعال منحقوه أنه ينفاعل ومنحقوه أنه صوته يرتعش لأنه القيمة التي ترتفع في المغرب وأنه مسؤولين يرفعو به وتنشوفوا أن عديد الأبطال ضاعوا بحقهم بسبب هاد المسؤولين هاد الله يهديهم لأنه سنوات وسنوات ما عرفنش هاد المسؤولين دائماً السلسلة الإقصاء الأبطال دائماً مستمرة مني كنا صغر وكني كنا أجيال وباقي صغر يعني باقي الإقصاء في حق بطبيعة الحال الأبطال على العموم نبقى موصلين بطبيعة الحال معكم متتبعين هاد المباشرين مقربوا من الأم اللي دير موجود كبير السلام عليكم جميلة أم محمد ريضة البطل الدولي أريد أن أقول لكم أن البطل يأتي ويصبح البطل يجب أن يعاني ويجب أن يعانيه وليديه وبالأخص لأمهم التي تزلينهم لا بفلوسها ولا من ناحية المكلة الوجابات يطيع ربط النار إلى الفئة فعلا والذي أريد أن أقول لكم أن محمد ريضة رماشي غيجة أصل لهذا المستوى أريد أن أقولها خاصة الجامعة الملاكية المغربية الذين يحشون عليهم ويجعلوا الأبطال بحلاقه رأى كيتفلوا عليهم هذه تنسمى هذه التفلية ما كيتفلوا من الأم من الوالديهم أنا بالنسبة لأم كأم ضحيت ضحيت ما عندي وما عندي حتى وصل الوالدي إلى هذا المستوى ولكن لا تلقى أي شيء دعم الدرجة بطولة كنصف طليب بطولة العالم أعطاهم ثلاث سنين تصوروا لغ المالي الذي يخسر 29 مليون الذي خرجت مني ومنه خبلة الجمعة لم أعطيته لم أعطيته شيئا لا يسألون ونحن فرحانين ونحن فرحان ونحن نقول هل تصبح بطل أو هذا المستوى رأى كاتب حتى ونحن فقط ونحن فوقت ونحن نقول الانسان تهتم في الأخير ومشاركة ومشاركة محمد ريدة تبارك الله هو بطل عالمي في عيون العالم ولكن في عيون المسؤولين هو إنسان عادي يعني الإحساس ذيك أنت كأم الإحساس زيادة شغالي نقول لك أولدي أنا بحلا ميتا هذا الشي اللي وقع ليه طرمع ليه مرض سكوار هذه العام ومعندي التى باش ندير زمية باش ندير الخزان أو مثلا طينا ندير هر يجي مصافي وتنحاولن نعم نعم للا نعم للا ما يبقىوش يديرون الناس هكو يتفلوا عليهم هنا في البلاد المغرب نعم 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 تحضل يحاولوا يشوفوا ليهم شي يحل على الأقل أنا نطلب منهم على الأقل لما باوع طويلة داعم لأولو يحلوا ليهم يطرق يمشي ويصفروا من اللي محمد ردة كاسبتوا لي الناس من أوروبا من الدول أخرين باش غير يجي وصلهم بايخدموا بغاو يرفعوا لي من المستوى ولكن باش يوصل تماما ما كايش ما كايناش الفيزا نعم أنا كنت طلب من الناس المحسنين والمسؤولين اللي حاسين حاسين بقرات هاد الناس تطحوا في هاد الكاريتة يعطوا هاد الولد الوجوء إنساني الوجوء إنساني الوجوء إنساني يضايخ الموالدين أنا مقدتش بقي نسميتون نشوفها اد الوجوء إنساني تصوى حتى لك أنت عندو لانترامة جوجة الليل تينوضليها لا تطارجة نعم را ما شريت تجودوا صلا على هذا المستوى نعم يعني الرسالة واصلة يعني اللي حما عبروا الناس يعني لا إله الله محمد رسول الله محمد الرسالة ديك الرسالة الشاباب يصبروا ويكافحوا وإن شاء الله را رزق ديالهم غادي هذه النتيجة اللي أعطي منها هذا الشيء راه بينها هي النتيجة وأنا البطولات منين شاركت فيها البطولات التولية اللي لقيت منها دعم كبير ومعناوي وماتي را شاركت بديت من السعودية وأنا غادي شاركت في البحرين شاركت في الكويت وجبت مراكز مو شريفة مراكز زعمة بمتياز وتنطلب من جلالة المالك يدير لنا أحل لهذه الرياضة الله ينصروا يدير لنا أحل هذه الرياضة راه كل شيء في رأس في رأس الرجال وتنتمنى يدير لنا أحل هذه الرياضين والأبطال اللي ضاعوا ومنهم أبطال عالميين منهم أبطال عالميين في المغرب وشرفوا بنا ما شاء الله راء ما أعطينا الله حق لا والو راء ما أشتنا التشح أشتنا الباطل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العي العظيم ما أعطونا التشح هذه الناس وما تنطلبوا السادقة نحن نعطيهم الفلس يعطونا هي حقنا يصرحوا لنا طريقنا الهدي بالنسبة له Previously لإستهدار الذاتي щالك مستخدم الفلس صديق وهذا الرياضيين يخص لهم اوسمة ملكية في كل مناسبة باش انه يزيد من لقي مديلهم ورفع من لقي مديلهم تنشوفوا بانه من خلال هاد المباشر كما تتبع معنا متتبعين هالأم اللي افنت عمرها كلها يعلاد الوليد هذا باش انه يوصل هاد المرتبة وكذلك هاد الابن هذا اللي خسر من الماله الخاص خسر قاع اللي قدامه وراه باش انه يوصل باش يوصل هاد المرتبة يحقق هاد الانجازات اللي هي مفخرة بالنسبة انه كما غاربك جميعا ينفخرنه كما غاربه ولكن للأسف هاد المسؤولين الى متى هاد يستمر هاد المسلسل هاد جواب خصوم ما يجاوبوا عليه شكرا لكم متتابعين وتحية لكم خلال المباشر